وفي خبر عاجل توصلنا به الآن السلطات المغربية تقرر اليوم إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بعدد من المدن ترشيداً لاستهلاك الماء الذي يعرف نقصاً عاداً بكم وارتباطاً بنفس الموضوع قررت أيضاً السلطات المغربية إغلاق محلات غسل السيارات بكل من مراكش والدار البيضاء وبعد الحالة الخطيرة التي تعرفها وضعية الماء ومن المنتظر أن يعرف المغرب عدة خطط استعجالية لمواجهة شحمية خصوصاً بعد الاستنزاف المفرط الذي تعرضت له الفرش المائية بسبب مخططات فلاحية فاشدة البشر انتصل كثير من الماء من الأرض لدرجة أنها انقلبت بنحو متر خلال عقدين لقد انتهى عصر الاحتباس الحراري وحل عصر الغليان العالمي حرارة الصيف حطمت درجات قياسية عالمياً في نصف الكرة الشمالية وخاصة شهر أغسطس الذي شهد درجات قاتلة أتوقع أن يكون الشتاء القادم أكثر دفعاً واحتمال كبير أن يكون شافاً وبمستويات أمطار قليلة وقد يؤثر سلباً على الزراعات القائمة واش في رأسكم أن المغاربة كيستألكم مليار وثلتميات مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب سنوياً أي حوالي ثلاثة المليون وستمائة ألف متر مكعب يومياً هذا الشي كان قبل ده بس سدود إلى عمرات فره ما كانت جاو 17 مليار طون عند الامتلاء الكامل ولقسمنا هذا العدد على 37 مليون مغربي فرغت تعطينا 460 طون فقط لكل مواطن في حالة إذا كانت سدود عمراء علماً عنها أن الحصة اللي خاصة تكون عند كل مواطن هي ألف طون ديال الماء ولرجعنا للوضعية الحالية غد نلقاو على أن السدود إلى عمرت ربع القدرة الاستيعابية ديالها فرح حصة المواطن الآن هي 115 طون عرفتوا داب الخطورة ديال الوضع فين كينا واشف رأسكم أيضاً أن الكيلو ديال الماطيشة كيكلفنا 240 لتر ديال الماء ولرجعنا للصادرات ديال المغرب في ماطيشة وحدها فرغت نلقاو على أن المغرب كيصدر 700 ألف طون سنوياً ولدرنا عملية حسابية بسيطة غالي نلقاو على أننا نصدر 168 مليون طون ديال الماء على شكل طماطن أي ما يعادل 46 يوم من الاستهلاك ديال الماء الصالح للشرب وتصوروا معنا على أننا اليوم تيك نصدر الأمن المائي ديال المغاربة بمعدل شهر ونص ديال الاستهلاك كل سنة للدول الأخرى وهذا طبعاً يشكل خطراً على الأمن المائي ديالنا ويشكل أيضاً إجهاداً مائياً حقيقياً اليوم اللي بغينا نقوله بغينا ندقو ناقص الخطر ونقوله على أنه اليوم غادي نعيش واحد فترة خطيرة ديال الجفاف هالفترة هذي كتتطلب منا مجموعة من الاحتياطات ومجموعة أيضاً من المقاربات الحقيقية هذا الموضوع اللي كنتكلموا عليه ماشي جديد وكيحيننا على واحد الإشكال حقيقي وخطير جداً هذا الشي اللي تكلمنا عليه وهذا الأرقام اللي يعطينا ركض تعطينا أيضاً على أنه نتيجة بالمقابل نزوح 152 ألف مواطن سنوياً من القرى والبوادي إلى المدن بما يشكل هذا النزوح هذا من عبء كبير جداً ومن أيضاً من تفشي ظاهرة الإجرام وغيرها من المظاهر الاجتماعية والاقتصادية اللي نحن اليوماتي ما نقدرش نواجهها اليوم هاد الشي كان اللي تكلمنا عليه كي يعطينا نتيجة وحدة الاستراتيجيات اللي الدارت ومجموعة من المشاريع اللي الدارت في الماضي اليوماتي نحن نجنو ثمار ديالها لم تكن لدينا للأسف رؤية استراتيجية حقيقية نحن بلد جاف وكان نعرفوها وعارفينها بدون ما نشرحوها وبدون ما نحاولو نغطو الشمس بالغربال على مدار سنوات طويلة جداً ونحن نعانو من الجفاف وكان خاص تكون عنا رؤية استراتيجية حقيقية ونستهلموا التجارب الحقيقية ديال المجموعة من الدول مثل إسبانيا اللي جارتنا واللي عاشت هذه الأزمة هذه في سنوات طويلة واليوماتية دارت تحلية المياه وحلت هذه الإشكال هذه نحن عنا هذا الرؤية ديال تحلية المياه حتى الألفين وثلاثين إذن هذه السنوات اليوماتية من الفين واربعة وعشرين إلى الفين وثلاثين ماذا سنفعل ونحن نواجه مجموعة من الإكرهات في المجال المائي أي دارت السلطات المحلية مجموعة من الإجراءات لزعم التوفير الماء والحد من هذا الهضر ديال الماء ولكن هل يترى هذه الإجراءات كلها للدارت اليوماتية هل هي كافية وأنا كنظن على أن الإجراءات للدارت هي نتيجة لسياسة فاشلة ديال الحكومة لا الحالية ولا الحكومات اللي سبقها في مجال تجبير الموارد المائية اليوم كان نقوله وكان أكده نحن أمام خطر حقيقي وكان نحسس به وخاصلنا نوعه به وهذا الأمر كيتعلق بثقافة نحن المغاربة قصنا نكون صراحة نحن مع الناس الثقافة ديال الإستيلك ديال الماء ومع الناس الثقافة ديال حتى نربو الكبد على مجموعة من الممتلكات الجماعية ديال المواطني اليوم كنت لقى المواطنين كيهرس لك بلاكا كنت لقى المواطنين كيهرس لك كرسي في الملعام كنت لقى المواطنين لخ sang كيدرب لك مجموعة من السيارة أعليش لأنه عندنا واحد الأزمة حقيقية مما كان نحسوش بدك ذاك الإحساس ديال تملك أعليش لأنه المغاربة كيكخلصوا الضرائب المغاربة كيعطوه بزراف للحواج ولكن للأسف الشديد كيلقاه راسهم كيقروا في التعليم الخاص كيلقاه راسهم كيددوا في المستشفيات الخاصة لأنه لا يتميناش بما هو عام وقتلناه للأسف الشديد وقتلنا معه روح المواطنة اللي خاصة تنمي اليومتية واللي خاصة نحس بها نحن كمواطنين نحس بها أيضا الحكومة يحس بها كاملين الفاعلين في مجال الحفاظ على الماء نحن أمام أزمة أمام خطر يحدقوا بنا على مدار سنوات طويلة واليومتين لم يدرنا استراتيجية حقيقية وحلينا ودرنا حلول حقيقية را غادينا لقى وروسنا ما غاديش نلقوا حتى باش نشربوا لقدر الله تحية لكم والسلام عليكم